علاج القرنية المخروطية المرض ده مرض خطير جدا وبيصيب الشباب في سن صغير وملوش علامات تحذيرية مفيش قلم في العين مفيش حاجة توجعك عينك مش هتحمر بس للأسف لو اهملته ويسبته ممكن يسبب فقط في النظر احنا بننصح كل حد نظارته بتتغير باستمرار او حاسس بزغلالة كتيرة او وعده 18 سنه وحاسس النظر للصدرع انه يعمل توجه للطبيق فورا يعمل فحص القرنية عشان اكتشاف المبكر للمرض ده بيخلي العلاج بتاعه اسهل نتائجه افضل حتى اقتصادية افضل اول حاجة من علاجات تصحيخ الابصار هو عملية تسبيت القرنية تسبيت القرنية هي عملية تقطير بفيتامين بي مع تسليط الشعفوق بنفسجية على القرنية يؤدي ذلك لتسليط القرنية المراحل المتقدمة في عمليات تصحيخ القرنية المخروطية بتكون زرع الحلقية بلاستيكية او دعمية داخل القرنية لعلاج الاستيجماتيزم المرتفع والاسف الحل النهائي وهو زرع القرنية زرع القرنية مكان القرنية اللي فيها القرنية المخروطية تصحيخ الابصار لمرضى القرنية المخروطية حضرتك قمت بعمل فحص القرنية تبين وبود قرنية مخروطية هل قدر عمل تصحيخ ولا لا؟ لو اكتشفت المرض في مراحله الاولى كانت سمك القرنية بتاع حضرتك مناسب كانت مأساتك لا تتعدى ثلاث لأربع درجات قصر نظر مع استيجماتيزم تقدر تصلح تصحيخي بصار بالليزج السطحي مع عملية تسبيت قرنية ومنتهى الامان اشتركوا في القناة